خطوة جديدة لشركة البترول الكويتية العالمية في السوق الأوروبية حيث افتتحت المصنع المحدث لزيوت التزييد في ميناء مدينة أنتويرب البلجيكية المصنع أعيد بنائه بالكامل خلال عامين بتكلفة 100 مليون دولار وبما يتوافق مع المعايير البيئية ويرفع قدرته الانتاجية إلى نحو 250 مليون لتر سنويا طبعا هذه تماشى مع سياسة الشركة بشكل خاص سركة كي بي آي ومسط البترول بالتوسع في السوق الأوروبي والسوق العالمي في مجال زيوت التزييد في السابق احنا كنا نخدم السوق الأوروبي الآن احنا متواجدين في تقريبا معظم مناطق العالم في المناطق الأمريكية في الصين في أفريقيا وأخيرا في الميدل إيست أو في شرق الأوسط ونتوقع ان شاء الله التوسع هذا يستمر بشكل أكبر مع وجود مصنع مثل هذا يدعم عملياتنا في أوروبا وفي جميع الحال العالم إن شاء الله حفل الافتتاح حضره أيضا كبار المسؤولين في بلدية أنتوين التي أثنت على جهود الشركة لجهة الاستثمار الصديق للبيئة والشراكة المميزة المصنع الجديد يعتبر من أفضل وأهم مصانع زيوت التزييد في أوروبا وهو ينتج أكثر من ألف نوع خاص من زيوت التزييد المختلفة إطلاقته الجديدة جاءت في سياق تعزيز الشركة الكويتية لموقعها الأوروبي نحن والحمد لله وضعنا تنافسي قوي جدا نحن المزودين الأوائل للسوق الأوروبي في جيت فيول أو وقود الطائرات في كذلك الريتيل بيزنس في كثير من الدول نحصل على الرقم الأول كمزود أو الرقم الثاني أو الرقم الثالث في معظم الأحوال لكن نعتبر من الشركات الخمسة الكبرى في السوق الأوروبية وجود شركة كويت هنا في أنتويرب في ثاني أكبر ميناء في أوروبا يعطيها فرصا مهمة فمن هنا يمكنها الوصول بسهولة لجميع الأسواق في أنحاء القارة ترجمة نانسي قنقر